هو المهاجم الأهم في تاريخ النادي الأهلي المهاجم الأفريقي الأهم في تاريخ النادي الأهلي هدف كبير هدف رائع له مميزات عديدة أبرزها رأس زهبية تستطيع تسجيل الأهداف من أي مكان ومن أي زاوية وتحت أي ضغط هو مهاجم فز هو مهاجم استثنائي اسم كبير تتذكره جيدا جمهير النادي الأهلي وجمهير الكرة المصرية شرفني وينورني في هذه الفقرة أن يكون ديفي هو النجم الكبير مهاجم النادي الأهلي الأصبك أمادو بلابيو بلابيو مساء الخير مشرفنا ومنوارنا نحن سعداء جدا بتواجدك معنا النهاردة وأنا كمان مبسوط جدا أن أنا موجود هنا لما قلنا أن أمادو بلابيو هيكون معنا النهاردة جمهير النادي الأهلي منتهى السعادة منتهى الفرحة تحب دايما تسمع أخبار بلابيو تحب دايما تشوف بلابيو حتى بعد سنوات من رحيلك عن النهاردة طبعا أنا كمان مبسوط جدا أن أنا موجود هنا بما أني كنت دايما هنا ودايما بشوف أن مصر هي بلد الثاني وطبعا بعض الأوقات العظيمة اللي أنا قدتها هنا في مصر وشان دمي يسوى إدلوفا ترمي طيب اليوم تقدير كبير من الكاف ليك أنك تبقى موجود لسحب أرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية تقدير كبير من الكاف كيف رأيت ذلك كيف تعملت مع هذا الموقف وهذا التقدير الكبير من الاتحاد الأفريقي لقارت القدم كانت قرعة صعبة شوية بس في الوقت دا طبعا كان لازم نشوف إن أحسن 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 فرق في القرى الأفريقية كانوا موجودين وطبعا هبه فيه دا ديربي من الأحسن الدربيهات اللي في القارة الأفريقية الرجاء هيلعب ماتش مهمة جداً وماتش من الدربيهات المهمة جداً في أفريقيا طبعا مع النادي الأهلي شايف المواجهة دي بالنسبة للنادي الأهلي كانت مواجهة هينة هل القرعة خدمت النادي الأهلي ولا لم تبط�도 من النجم النادي الأهلي وكذلك نادي رجاء شاف المنافسة بينهم هتبقى منافسة كبيرة ولا كنت شاف أنه فيه فريق أفضل للنادي الأهل من الرجاء أظن في هذه اللحظات أنه طبعا في السنوات الأخيرة أنه طبعا الماتش ده تهيبقى ماتش من الماتشات المهمة جدا الرجاء طبعا عندهم اتنين من عندهم اتنين تايتل في البطولة ديت وطبعا هم هيبقوا محتاجين أنه هم يزودوا واحد من التايتلز واحد من الأسامي الكبيرة عندهم في الماتش ده طيب مستوى النادي الأهلي في هذه البطولة هزا العام رأيك في ايه؟ طبعا بالنسبة للبطولة لحد الوقت هم لسه مخسروش الماتش طبعا هم كمان دخلوا عملوا اتعدلوا طبعا هم بدأوا البطولة بشكل كويس جدا طبعا هيقدروا يكسبوا ويقدروا ياخدوا تايتلو ياخدوا الاسم بتاع البطولة من الزمالك من السنة اللي فاتت بالنسبة للسنين اللي فاتوا هم خسروا مرة ومرتين بس هم في المرحلة الإقصائية هم طبعا ممكن يكسبوا وطبعا المتشاط دايما بتبقى صعبة لكل اللعيبة بس هم عندهم دلوقتي اللعيبة وعندهم دلوقتي الأداء الكويس إن هم يقدروا إن هم يقدروا يعملوا حاجة كويسة في الشامبيونشيب الفريق اللي فاز على النادي الأهلي زهابا وعودة في دور المجموعات فريق سانداونز هو الفريق اللي وقع أمام فريقك بيترو أتليتكو أنجولي اليوم في هذه القرعة منافسة كبيرة ومنافسة صعبة بالتأكيد في الدول القادم زي ما قلت بالضبط دي حاجة طبعا بتحصل في الكورة دايما سانوس كسب كسب من كأب كسب على كالي كسب على أفريقية جنوبية سوى واحد من الأنداء الكبيرة اللي إن شاء الله هيعدي وده هو ده اللي خليه يعدي للبطولة وخليه يعدي للدور التعمانية وهو علشان هم عندهم اللعبة الكويسة وعندهم الإمكانيات الكويسة إن هم يقدروا يلعبوا كويسة هل كنت توقع تصدر النادي الأهلي المجموعته في هذه البطولة؟ هل كنت توقع مواجهة بين الأهلي وبيترو أتليتكو؟ هل تتوقع أصلا مواجهة بين الأهلي وبيترو أتليتكو مرة أخرى؟ أنت كنت من اللعبين اللي سجلوا مع بيترو أتليتكو في مواجهة شهيرة أمام النادي الأهلي هدفين في ألفين وواحد لو تقررت هذه المواجهة الآن شايف بيترو أتليتكو يستطيع التعامل مع النادي الأهلي في أدوار قادمة من هذه البطولة؟ المواجهة مع بيترو أتليتكو هيبقى طبعا صعبة طبعا لأن هم اتنين من الاندي المحترمين جدا وطبعا في المجموعات هم كانوا من النادي القوية جدا وطبعا أنا نفسي أشوف المتش الأهلي وبيترو عايز أشوف متش قوي ما بين الفرقتين وإن شاء الله أشوف دوت في النهائي إن شاء الله بتتكلم منك لعب مباراتين في منتهى الأهمية مع نادي الزمالك في دور المجموعات مرة وقت الزمالك ما كان يقوده باتريس كارتيرون المدير الفني السابق نادي الزمالك ومرة أخرى مع جوزفالدو غريلا المدير الفني الحالي نادي الزمالك أي نسخة للزمالك كانت أصعب بالنسبة لبيترو أتليتكو؟ أظن أن المطشيين هما كانوا مطشيين أقوية المطش اللي كان في القاهرة طبعا كان واحد من الأقوية واحد من المطشات القوية جدا لأن بيترو كان كسبان على الزمالك وكانوا دايما بيحاولوا أن هما يقلبوا المطش وطبعا كان المطش بتاع القاهرة كان أصعب كتير على نادي بيترو إيه أقوى الفرق اللي شايفها حاليا في دور أبطال أفريقيا في دور الثمانية أقوى الفرق لو تبتلي أول أربع فرق هما الأقوى في هذا الدور من أدوار بطول دور أبطال أفريقيا أظن أن ذلوقتي في من النواة الأقوية في آخر سنوات لأنهما كانوا بيحاربوا كتير الأهلي طبعا سانداونز والويداد وطبعا أظن اسبغانس نادي الاسبرانس التونسي التراجي التونسي لأنهما كسبوا البطولة أكتر من مرة وأظن أنهما من النواة دي القوية جدا ومن وجهة نظري هما دول أقوى أربع نواة دي في البطولة الأفريقية دلوقتي مين النديين اللي تتوقعهم في نهاية البطولة هذا العام؟ أظن أنهما بيترو والأهلي بيترو أتلاتكو والأهلي ليه بقى في رأيك الندي الأهلي يسيطر على بطولات أفريقيا تحديدا آخر موسمين هو دائما النادي الأهلي على منصات التدويق لكن آخر موسمين النادي الأهلي دائما البطل ليه في رأيك الأهلي يحافظ على هذه الصدارة في الكارة الأفريقية؟ أظن أن الأهلي عنده نادي وعنده لعيبة منظمة جدا منظمة جدا عندهم كل الإمكانيات من أحسن الأندال الأفريقية دائما موجودة في كل البطلات الأفريقية واحد من الأندال الأكتر تنظيما في أفريقيا وأظن طبعا هي دي حاجة من الحاجات الكبيرة اللي بتخني دائما الأهلي هو من النوادي الكسبانة في المنصات وهو واحد من النوادي الأقوية جدا اللي ما بيسوش ولا ولا أي نادي من أوروبا يقدروا عندهم نفس المقاومات اللي كل النوادي أوروبا عندها وده طبعا حاجة من الحاجات اللي بتخليهم من النوادي المتقلقين دائما اللي دائما بيكسبوا البطلات عندهم خبرة كبيرة جدا من مدير النادي من رئيس مجلس دارة النادي كابتن خطيب وطبعا هو في النادي بقاله كتير جدا كلعيب وكمدير فطبعا هو هيجديهم دائما التقلق ودايما هيجديهم الدفعة في طريقهم للبطلات دائما ودايما للمكاسب طيب ده كان جزء أول من حوارنا مع النجم الكبير أماضو بلابيو عايز أقول لحراتكم حاجة النهاردة كان موجود في قرعة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية اتفقنا معاه أنه يبقى ضيفنا النهاردة عشان حراتكم تلتقوا به الجزء الأول من هذا اللقاء عن القراء هو عنده صفر مباشرة بعد هذه الحلقة الحلقة لسه فيها كلام كتير جدا عن النادي الأهلي ومشواره مع النادي الأهلي الأهلي الماضي والأهلي الحاضر هنزيلوا حضراتكم في حلقات اللحقة بس هذه الحلقة هي تخص قرعة اليوم قرعة دوري الثمانية من دوري أبطال أفريقيا هنواصل مع أماضو بلابيو وحراتكم هتشوفوا باقي حديثه في حلقات قادمة من رقم عشرة إن شاء الله هل يكومان